أهلا بكم من جديد في مبادرة وطنية شاملة تتواصل على مدى عام كامل أعلنت وزارة تنوية المجتمع عن إطلاق مسح دخل وإنفاق الأسرة 2024 الذي يغطي نحو 19 ألف أسرة على مستوى الدولة ويهدف إلى توفير سلسلة من البيانات والمؤشرات المرتبطة بنمط حياة الأسر من المنظورين الاقتصادي والاجتماعي بالإضافة إلى دراسة ظروف ومستويات المعيشة في الدولة كما يشمل التغيرات الموسمية التي تمر بها الأسر لدخلها وإنفاقها على مدى عام كامل يأتي هذا المسح بعد أن أطلقت الدولة الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031 بهدف الانتقال من مفهوم الحياة الجيدة إلى المفهوم الشامل لجودة الحياة المتكاملة